استقبل معالي الفريق ركن حمد محمد ثاني رميثي رئيس أركان القوات المسلحة اليوم الفريق طيار أركان حرب محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية المصرية على هامش حضوره ختام التمرين العسكري زايد ثلاثة الذي يقام على أرض الدولة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية ورحب معالي بالضيف المصري والوفد المرافق واستعرض العلاقات العسكرية القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها وبحث التعاون بين البلدين في المجالات المتعلقة بشؤون الدفاعية وتبادل الخبرات والزيارات والتنسيق المشتركة